موسيقى الشوت الثاني تحمل مسؤولية كاملة اللاعبين عن طريق بس الروح عن طريق الانتشار والتحركات في الملعب وفي النصف الثاني من الشوت الثاني عن طريق التغييرات وخاصة بوجود ريدا سليم كان عندنا وجه أبو علي سام أبو علي لعب نصيت ومتحرك وكل حاجة ولكن ظروف المباراة ما خلتناش تتفرج عليه أحسن من كده ولكن على أي شكل من الأشكال فهو في المكان ده بس حركة وبس روح وحسسنا كده ان في المستقبل ممكن يكون فيه لعب واثنين وثلاثة في هذا المكان وضح مسؤولية اللاعبها في الشوت الثاني أعتقد الرجل تكلم معهم في الوف تايم إن ما نفعش بالفرع اللي إحنا باللعبها دي ما نرجعش منهم بسلاس نقاط يعني ما عندناش أي شواهد أو أي إشارة أو ساين زي ما بيقولوا يخليك تتعادل ماتش دي ده أو تخسره بالفوارق الكبيرة اللي موجودة بينك وبين فرق دي عشان الناس تفهم إن المنافسة لسه موجودة موجودة طبعا لدينا نتعم النتيجة إيجابية معها ينجي أفريكانز عشان تاخد الأول على المجموعة بإذن الله وتبقى القوق يعني من فترات كتيرة قوي ما حسناش على الصورات في حكاية صحية ما باش بنلعب لغاية نهاية الصفارة في الشوت التاني في آخر مباراة رغم كل الظروف ورغم الغيابات ورغم الإصابات اللي بتحصل ورغم الأجواء اللي بتحصل في أفريكا كلها الحقيقة الأهلي النهاردة إيه ده كل اللي عنده في الشوت التاني الشوت الأولاني ده أنا بالنسبة لي ما كانش موجود خالص أو اللعب طريقة اللعب آيما اللي هي ألعب على الأد واجيب الجنف وقت ما أنا زي حسيني الشحات كده ما كان حيجيبها في الشوت الأولاني وعدم احترام المكان والفريق اللي قدامك يعني يجي قولك إيه الفريق اللي قدامي دي أنا مش حاس ده هتخوفني قوي يعني الكلام طبعا مش موجود في الكرة وشوفناه في أول هف تايم وراحوا علينا مرتين ثلاثة سعادها جدا بالعيبة معينة أنا سعيد من مصطفى شوبير من يوم ليوم ثقة بتزداد رجل واقف كأنه بيحرص عرين الأهلي بقاله عشر سنوات مثلا لحاجة عينيه مفتاحة عنده السبات المفعالي كويس جدا وده أهم حاجة في حرص مرمر كرة القدم معموما يعني خلي شوية لسه قدامنا فترة لا لا لسه باقي باقي كل اللي موجودين بشكر عالم علول في السن ده وفي البتاعة ده أنه هو برضو مازال عنده مجهود والعطاء ولكن بعض اللاعبين التانين لابد أنه بنتكلم عنهم بعد كده يكون فيه اهتمام أكتر من كده ونشوفهم في المبارات الجاية اللي أنت بتكلم عنه في برنات البلدية نكون بنحقق الشكل بقى الكامل بنبنى للمدرب والجماهير وللنادي كامل شكرا للمشاهدة